أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لحادث إطلاق النار الإرهابي الذي استهدف حافلة للركاب اليوم الجمعة بمحافظة المينيا في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأبرياء. هذا وأكد المصدر وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة. ودعمها لكافة الجهود التي تتخذها في مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية. التي تستهدف أمن واستقرار مصر ووحدة نسيجها الاجتماعي وترويع الآمنين فيها. مؤكدا على موقف دولة الكويت المناهض للعنف والإرهاب. والداعي إلى ضرورة حجد التأييد الدولي لمواجهة تنامي ظاهرة الإرهاب الخطيرة. واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا. وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.